البداية يعني طبعا الكابتن ناجي يعني بالنسبالي يعني كنت اجتمع عن مستوى الشخصية عارف طبعا الكابتن ناجي طبعا متاريخ كبير الناجي الاهلي ومنتخب مصر لكن ما كانش فيه احتكاك ما بينه وبينه إلا لما جيت سموحك وجيت سموحة لقيت يعني بصراحة عضافي جهاز عم بينا بشكل كبير جدا وهو انا اعتبره قبل كمان يكون مدرب في الجهاز جاءنا اخوه بالنسبالي يعني زي والدي بس انا مش عايز اتكبره هو اصغر رحوات كبيرة اضاف لينا شكل كبير جدا مساعدني لان اوصل لمراحل كويسة جدا في نواحد ثانية وانا بالنسبالي انا بالنسبالي يعني هو بالنسبالي يعني حاجة كبيرة جدا عالمستوى الشخصي وعالمستوى كمالي العملي وكمان على المستوى الثقافي راجل صاحب مدرسة مختلفة خالص ممكن انا احتكد من درجيني جوان كتير فهو مدرسة مختلفة والمدرسة دي ساعدتني بشكل كبير جدا عن حيات الترابط التكون مع التكتب دي كانت بالنسبالي مهمة جدا ساعد الفرقة بشكل كبير جدا في بداية الهجم او كاونتر التكسا او الهجم المنظمة ساعدني اطور اللجوان بالشكل المناسب اللي يتناسب مع الطريقة اللي انا بلعبها كمان عايز اقول من كابتن نادي بالنسبة يعني المستوى الشخصي بقى بالنسبة للجهاز كله مش انا شخصيا هو بالنسبالنا لما يكون في مشكلة او حاجة مضغوطين في حاجة هو مرر الحاجات دي بشكل كبير جدا هو بيقدر نلجأ له في المواقف الصعبة بالنسبة للمواضيع اللي خارجي معك ايه الكيميا اللي بينك وبين احمد سامي؟ هو يعني اول انا ما تقالي ان انا هشتغل مع احمد سامي حتى بعد المقربين يعني قاله مدرب صغير في السن ويعني على احمد سامي اه انا كنت عارفه من انا في المنتخبات يعني كنت بشوفه بيكاتشن من انا في المنتخبات كان بسك النجوم وشايف اسد وقف على الخط حاج مقليل كده بس هو مالك الملعب فنيهم بقى حاجة عالية جدا حاجة يعني بجد مذاكر و بيطور نفسه بشكل مش طبيعي وعاشق للعمل ده يرياحك في شغلك؟ جدا لانه يعني هو بتكمله لا هو يعني انت التيمورك كله اه اذا كان انا دايما اقول مفيش نجاح من غير حب اه ده اساسي اذا في حد حي حي حيشز ف حضبوز الليلة لكن هو مسيطر و عنده مستين عنده ترينر يعني يعمل وحدات تدريبية مفيدة جدا للعيبة وعلى قد امكانياتهم اه و و ودرس احمال وتحليل كل الحاجات دي بشكل اكسلنت يعني زا دي نوكوتش تفرق يعني فيه متشاط بقلبها رأسا على العقب يعني بتغييرات بتغيير طريقة بتغيير خطة لا هو مبتكر لا حاجة جميلة جدا اه